ايه اللي بيحصل في الاهلي؟ ايه اللي بيحصل في الزمالك قبل مباراة القمة؟ قبل ساعات من هذه المواجهة؟ تعالوا نبدأ بالنادي الاهلي ونشوف اللي بيحصل في النادي الاهلي في الكواليس قبل هذه المواجهة تعالوا نشوف في النادي الاهلي ما يدور قبل القمة مرسل كلها الموديل الفني للنادي الاهلي خلال الساعات الماضية عقد جلسة مع اللاعبين أكد لهم خلالها إنه سيدخل السوبر مبادراً بالهجوم على دفاع الزمالك وإنه يريد أن يعطي انتباعاً لدى الجميع بأن الأهل يلعب على الفوز من الديئة الأولى وأن المبادرة من عنده ولكن مع ذلك أكد على التأمين الدفاع الجايد والحذر من ارتداد لعب الزمالك يعني الأهل هيضغط الضغط العالي اللي عملوا مع مارسي كولر في كل المباريات الضغط العالي هيهاجم من الديئة الأولى كمان مارسي كولر قبل سفر للأهل الأمارات قام بتجهيز بعض الفيديوهات الخاصة لسلاشة لعبين في الزمالك هم أحمد مصطفى زيزو وإمام عشور وسيف الجزيرة وقام بعرضها على لعبي النادي الأهلي وخصوصاً الوسط والدفاع حيث حذر المدرب السويسي لعب النادي الأهلي من اختراقات زيزو وتزديدات إمام عشور ورأسيات الجزيرة بالمناسبة خليك معايا بس قبل ما كمل إنه لما تيجي أقولك الجملة دي هتقول لي يعني هو لعب النادي الأهلي ما يعرفوش زيزو يعني ما يعرفوش إمام عشور ما يعرفوش سيف الجزيرة هو حرك مثلاً انت كيبت لنا كده الكواليس العظيمة يعني مثلاً مارس الكوروة بيقول لهم خدوا بالكم من زيزو اختراقات وهم مش فاهمين الكلام ده وما بيفرجوش على زيزو ما كل الناس عارفة الكلام ده لأ المدرب هنا بقى بيعمل إيه بيبدأ يجيب حالات أشكي قلت لك الفيديوهات بيبدأ يجيب حالات ويقطع حالات دي واحدة واحدة هو إزاي زيزو بيهرب من المدافعين هو زيزو بيستلم الكورة بشكل جيد في أي منطقة في الملعب طب احنا لو قفلنا عليه بمدافع هيبقى محتاج أنت كمان الريد باك أو الليفت باك يبقى معاه ووسط الملعب يبقى موجود فين طب هو إمتى بيهرب في العمق لما مين بيستلم الكورة فيه تفاصيل كبيرة جداً فنية غير الحاجات المجردة بيقعد يشرحها عن لاعب لاعب في المنافس وبالمناسبة بيشرح للعبيه هذه الأمور بنفس الطريقة احنا ممكن نشوف اللمسة الأخيرة نشوف الحركة الأخيرة نشوف اللاعب بشكل هو عمل إيه بشكل مباشر لكن قبل اللي بيعمله أو قبل الأكشن اللي خده تصويبة تزديدة تواجف منطقة الجزاء الرأسية بيبقى فيه تفاصيل فنية كثيرة ده اللي بيشرحه المدرب للعبيه